السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في محاضرتنا اليوم ان شاء الله في الشفتر الرابع. اللي بتضمن. يعني هنوخد الروابط الايونية في هذا الشفتر الماشية اللي تعالى. ما هي الكيميكال بونز؟ معروف انه الكيميكال بونز بتكون بين الاي عفونا الايونيك بونز والموليكال بونز هذولا نوعيا من انواع الكيميكال بونز. اذا الكيميكال كيميكال بونز غراء كل كيميكال بشكل كيميكال كيميكال قليلة بتكون موجودة في الملكبات الايوني اللي هي بتكون الروابط بينها روابط ايوني. اما الملكلة الكمباونز الروابط اللي فيها بتكون روابط تسهمة. الايوني كومباونز طبعا لها درجات حرارة عالية. ملتينج بوينت عالية. اه بتصل من خمسمية درجة الى الفين درجة درجة الانسهار. اه برضو بتكون جيدة التوصيل للطيار الكهرباء. اه كمان بتكون اه في الشكل طبعا جيدة التوصيل للطيار الكهرباء. بتكون في حالة او في حالة اما الملكلة الكمباونز اذا هذا هي الايوني كومباونز. اما الملكلة الكمباونز للمراكبات الايونية. اه بتكون بشكل عام انه لور ملتينج بوينت. بعدين بتكون اه جازز في الغالب او ليكويتز. اه اذا اه لور ملتينج بوينت. يعني اما تكون مثلا اه جازز او تكون ليكويتز او تكون لو كانت في حالة السولد بتكون درجة الانسهار تاعتها اه قليلة او منخفرها. طبعا اه لا توصل الطيار كهرباء في حالة انها منصهرة. الايوني كومباوند. لا تشبه الملكلة الكمباوند. لا تشبه طبعا الملكلة الكمباوند. وهي بتتكون من ايونات موجبة وايونات اه سالفة. اذا ما هي الكميكال كومباوند. الكميكال كومباوند. الكميكال كومباوند. الروابط الكيميائية. is the alternative force that holds two atoms together in a more complex unit. اذا الكميكال كومباوند هي قوة ترابط او قوة التجاذب بتربط اه دارتين او اكثر في وحدة اكثر تعقيدا. الا الايوني كومباوند. طبعا احنا قلنا الكميكال كومباوند تنقسم الى ايوني كومباوند. هاده واحدة. الايوني كومباوند. is the chemical bond formed through the transfer of one or more electrons from one atom or a group of atoms to another atom or a group of atoms. طبعا هذا واضح جدا انه الروابط الايونية زي ما انت شايف. اللي هي بتكون عبارة عن ايش? بتكون عبارة عن روابط كيميائية. ويحصل فيها انتقال. وهذا مهم جدا تعرف انتقال لواحد الالكترون او اكثر من درة او مجموعة الى درة او مجموعة اخرى. الايوني كومباوند بتكون الايوني كومباوند. اذا الايوني كومباوند هي عبارة عن is the المركبات اللي بيكون موجود فيها اللي هو الروابط الايوني. اما الكومباوند كومباوند اللي هي الروابط التساهمية is the chemical bond formed through the sharing of one or more pairs of electrons between two atoms. اذا هي عبارة عن روابط كيميائية. هذا الروابط الكيميائية بتربط بين الظرات بحيث ان كل ذرة من الظرتين في الرابطة تشارك بزوج او اكثر من الالكترونات. الروابط التساهمية هذه بتكون المركبات التساهمية. المركبات التساهمية اذا is a compound in which covenant bonds are present. يعني بتكون تحتوي على الروابط التساهمية. اذا اي مركب يحتوي على روابط التساهمية بنسميه الملكلر compound. بنسميه الملكلر compound. طبعا لازم نتلاحظ كمان انه في حاجة مهمة جدا انه مش كل رابطة بتكون مئة بالمئة ايونية او تساهمية. اذا most bonds are not one hundred ايونيك or one hundred covalent. مش ممكن. اما بتكون هو يعني ايش يعني غالب عليها اما الصفة الايونية او غالب عليها الصفة التساهمية. اما بتكون بيور مئة بالمئة هي ايونية او هي رابطة تساهمية. اه بنا نشوف ال two concepts fundamental to understanding understanding both the ايونيك and covalent bonding models are. نشوف اول شيء بنقول ليس جميع الالكترونات الموجودة في الضرة. هذا كلام مهم جدا. بش كل الالكترونات الموجودة في الضرة هي اللي بتشارك في الرابطة. لكن اللي بتشارك في الرابطة الالكترونات اللي احنا بنسميها ال valence electrons. valence الكترونات التكافو بس. الكترونات التكافو. الشيء الثاني انه certain arrangements of electrons are more stable than others. as is explained by octet rule. octet rule. القاعدة الثمانية. اذا certain arrangements of electrons. هذه بتكون اكثر استقرارا من الضرات الاخريات. تكون اكثر استقرارا. وهذا طبعا بممكن نعبر عنها بالاكترول. القاعدة الثمانية. قاعدة ثمانية. انه كل ماذرة في الاغلاف الاخير تاحها. عشان تصل الى حالة الثبات بتميل الى انه يكون الماذار بتاحها الاخير. يحتوي على ثمانية الكترونات. العلاقة ما بين ال valence electrons وما بين ال Lewis symbol. ايش العلاقة بين ال Lewis symbol وما بين ال valence electrons. طبعا احنا لما بنا نعمل ال Lewis symbols. احنا بنتعاملش مع جميع الالكترونات الموجودة في الضرات. لا احنا بنتعامل مع فقط الالكترونات التكافؤ في الضرات. اللي هي موجودة في الغلاف الاخير. اذا بنقول ان ال valence electrons is an electron in the outermost electron shell of representative element or noble gas elements. اذا هذا موجود التعريف اللي بيختص بالعناصر العناصر. والعناصر noble gases. اذا احنا بنقول ان ال valence electrons هي الالكترونات الموجودة في الغلاف الابعد من النواة. من الغلاف الابعد. يعني اخر غلاف موجود في الظرة. هذا الغلاف هو بيحتوي على الالكترونات التكافؤ. ايش هو ال الويس السيمبل? طبعا الويس السيمبل اللي هو الرمز بتاع لويس. وهذا العالم اللي عمل هذه الرموز. وهو عبارة عن chemical symbol. هي رموز كيميائية للعناصر محاطة كل عنصر من هذه العناصر بدوتس. هذه الدوتس اللي هي النقاط هي عبارة عن عدد الالكترونات الموجودة في اللي هي الالكترونات التكافؤ الموجودة في ذرة العنصر. في ذرة العنصر. اه مثلا لو احنا جينا الهيدروجين. هاي الرمز وهي دوت. الدوت هادي بتعبر عن انه حوالين ذرة الهيدروجين في الكترون واحد في المستوى الاخير. اذا هذا اللي يسميه لويس سيمبل. برضو الليثيوم برضو في المجموعة الاولى. نكون هذون مجموعة الاولى. ايضا الليويس سيمبل بنلاقي هاي موجود عندك في هاي الكترون في المستوى الاخير. اذا بحط له واحد الكترونة. اذا التكافؤ تاع العنصر اللي هو اه بيعبر عنه بالضوت. المجموعة الثانية هي عبرنا عنه البريليام مثلا هي اتنين ضوت. الماغنيسيوم تو ضوت. الكالسيوم تو ضوت. لانه ما لو اجينا في المجموعة الرابعة. اذا حوالين الكاربون اربع ضوت. حوالين السيليكون برضو اربع ضوت. نوجينا في المجموعة الخامسه النيتروجين حوال이 خمس ضوت. المجموعة السادسة موجود في ست ضوت حوالين الاوبسوجين. انا حوالي الكبريت في ايضا ستة ضوت. المجموعة المجموعة السابعة زي الفلور وزي الكلور موجود حوالين كل واحدة سبعة دوتس. اما المجموعة الثامنة اللي هي النوب الغازز مجموعة الغازات الخاملة او النبيلة. بنلاقي مع عدل هيدروجين كله موجود حواليه ثمانية دوتس. الا الهيليوم اللي هو حواليه فقط اثنين دوتس. لانه المستوى تاعه بس بتحمل اثنين الكترون وبكون في هذه الحالة مشبع. اما باقر عناصر تتشبع بثمان الوكترونات اللي هي اللي احنا سمناها بالاكتر نمبر. اه عندنا السؤال مثلا بيقول لي determine determine the number of balance electrons in atoms of each of the الان اللي بقوله انه ايه يعني حدد عدد الالكترونات التكافؤ في اضرة لكل من العناصر اللي موجودة في ايه وفي بي وفي سي في مثلا في الماغنيسيوم الماغنيسيوم اه اثناشر اي عدد الالكترونات الكلية اثناش الو اذا العدد الالكترونات القليلة احنا جينا نعمل عملية توزيع الالكترونات الو 1s2, 2s2, 2b6, 3s2 3s2 الالتنين اللي هنا بتعبر عن الالكترونات الالكترونات اذا الماغنيسيوم ثنائي التكافؤ الالكترونات التكافؤ اثنين اذا هو ثنائي التكافؤ الالتلاتة هادة بتعبر عن اللي هو الهيست value of the electron shield number اللي هو الرقم الغلاف الرقم الغلاف الموجود في الالكترونات في المستوى الاخير بتاعه اذا هنا الشل number n بساوي 3 اللي هو رقم الغلاف بساوي 3 وموجود فقط فيه 2 الالكترون في هذا الشل موجود فيه الالكترون موجود فيه الاتنين الالكترون are found in shell 3 the two electrons in the 3s sub shell اذا هذول موجودين في 3s sub shell الثاني عشان نعرف قداش الالكترونيات التكافؤ نفس العملية بدنا نحسبها بنفس الطريقة مثلا هتلاحظ عندنا هنا التوزيع الالكتروني اللي هو كان طبعا 14 اللي هو السيليكون توزيع الالكتروني 1s2 2s2 2b6 3s2 3b2 الآن هنا موجود 3 وموجود 3 اذا هذول الالتنين بمثله غلاف واحد الالتنين هذول بمثله غلاف واحد لكن مكون من 2 sub shell الاس والبي الاس موجود فيه الالكتروني البي موجود فيه اثنين الالكتروني اذا الاربع الالكترونات هذول هم عبارة عن البيرانس الالكترونز عبارة عن البيرانس الالكترونز الاربع الالكترونات هذول عبارة عن البيرانس الالكترونز الرقم الشل اللي هو ثلاثة اذا هذول موجودين فيه نفس الشل عشان هيك هذول ممثله الالتنين مع بعض هذول ممثله التكافؤ العنصر اذا التكافؤ العنصر هنا بنجد رباعي إذن موجودين في المجموعة في الشل رقم ثلاثة إذن رقم الشل رقم الغلاف ثلاثة وعدد الاكتونات أربعة إذن التكافؤ بتاعه هذا رباعي التكافؤ بتاعه هذا أي شماله رباعي وموجود في الدورة الثافتة لو أنت جيت للأرزن هنلاقي الأرزن برضو 1S2, 2S2, 2B6 3S2, 3B6 4S2 3D10, 4B3 إذن هنا اتكررت الأربعة إذن الأربعة والأربعة هذا ما هو مثله الشل شل 1 هو الشل الأخير آخر رقم يعني هنا الشل رقم 1 الشل رقم 2 الشل رقم 3 هذا الشل رقم 4 لما نجد دي سنلاقيه الشل رقم 3 إذن آخر شل اللي هو 4 إذن الأربعة هذا موجود فيه 2 الإلكترون في ال S وموجود فيه 3 إلكترون في ال P إذن عدد الإلكترونه هي 5 إذن الفيرانس إلكترونز في هذه الحالة اللي هو خمسة إذن هذا التكافه وتاعه خماسي وموجود في الدورة الرابعة وفي المجموعة الخمسة الدورة الرابعة إذن هنا بنقول يعني لا تحسب ك طيب ليه؟ لأنه التريصب شل is in شل 3 and this shell does not have the maximum in value يعني هو المكسمم in value اللي هي الأربعة لكن التلاتة أجل من الأربعة إذن شل 4 هذا الموجود عندنا is the outermost shell outermost shell and has a maximum in value تمام الإكسرصيز هذا نفس اللي حنى حلنا الآن لو قال لك يعني أرسم اللويس سيمبل مثلا الكالسيوم طبعا هذا بيبين لك كيف الكالسيوم يعني قصده يقول لك إنه الكالسيوم سواء حطيت two dots ما هو ثنائي الكالسيوم في المجموعة الثانية إذا نبدأ نحط two dots لأنه تكافؤ ثنائي سواء حطت الضطس هنا حطت الضطس هنا أو هنا أو هنا لكن المهم إنه الضطس ما يكون إنه نجم بعض لأنه لازم إحنا نعمل spread يعني نفرد الإلكترونات هاي واحد اثنين لو كان فيه ثلاثة حي كان فيه أربعة وبعدين نرجع نزاوج مرة ثاني نرجع نزاوج مرة ثاني إحنا الآن هنتكلم أيضا عن three important generalization about valence electrons can be drawn from study of the Lewis symbols shown in figure four point one اللي موجودة في الفور point one الفجر الموجودة في الفور point one اللي إحنا شفناه هم هاي الفجر هذا لاحظ إنه الإلكترونات هيا هنا ثلاثة إذن ثلاثة رجلال أربعة وهكذا في النعمة طبعا القواعد يعني هذه هي القواعد اللي إحنا على أساسها إنه بنعمل توزيع الإلكتروني حسب Lewis Symbol إذا مشوف قديش عدد الإلكترونات الموجودة في الأغلاف الأخير بعدين بنرسم الظرة بنكتب الرمز بتاع الظرة وبعدين بنيجي نوزع الإلكترونات بشكل منفرد على الإلكتروني مثلا لو قل لك write Lewis Symbols for the following elements مثلا الأكسوجين السلفر والسيليكون B Boron Carbon and nitrogen الآن كيف بنرسم نجد مثلا الكسوجين الكسوجين الموجود في المجموعة السادسة المكسوجين موجود في المجموعة السادسة إذا بنرسم 1080 كابتل لتر طبعا لازم يكون وبعدين بنحط حواليها اللي هو الست الالكترونات لكن كيف نعمل الست الالكترونات نعمل الالكترونات اثنين تلاتي اربع وبعدين بنرجع الخامس بنزاوج والسادس ايش بنزاوجه مع اللهم يعني العملية زي مثلا هنا شوف نفرد البورم مثلا في حواليه ثلاثة اليكترونات من مجموعة الثالثة اذا هاي واحد اثنين ثلاثة لنجح تحط الإلكترونية جنب بعض لا ستفرد الإلكترونية 1 2 3 وزي هنا 1 2 3 4 إذا هنا اكتملت لو أجى 1 خامس زي النيتروجين مثلا بعد الرابع سنزاوج مع واحد من المفردات إذا هنا سيكون متزاوج إذا هنا سيكون مثلا 2 إلكترون ستلاحظ أنه صار في عندك 2 إلكترون القاعدة الثمانية القاعدة الثمانية القاعدة الثمانية زي ما أنت شايف أنه يعني الهيليم النيون ارغون زينون هذولها هي الهيليم الغازات الخاملة هذه بتكون إذا بتكون most stable of all فيلنس إلكترون إذا الآن لاحظ أنه جميع هذه العناصر بتحتوي في غلافها الأخير على ثمانية إلكترونات إذا الإلكترون مش إذا الغلاف الأخير مشبع بالثمانية إلكترونات إذا هذه مستقرة عشان هيك نحن نسميها نوبل جازز أو نسميها الغازات النبيلة أو نسميها الغازات الخاملة ليش لانها بتحتوي في الغلافة الاخير بتاعها على ثمان الكترونات except helium اللي هو بتشبع بس باثنين الكترون وبيكون المستوى الاخير بتاعه مكمل باثنين الكترون لانه فيش اللي فيه الا الone is اما البقيات هاي اثنين وستة هاي تمانية اثنين وستة تمانية وهكذا كلها بتكون ما لها بتكون في حالة اللي هو تكون مكتمل بشكل مكتمل بشكل مكتمل إذن الاثنين هذولا مكتملين في عدد الإلكترونات بتاعتهم إذن الكونكلوتين بتاعتنا بنقول عشان الاثنين بصيروا إيش تمانية إلكترونات وهذا كلام موجود فيه جميع إذن الأكتت نمبر بنقول يعني بنقول إنه عشان نكون إحنا مركبات إنه الذرات أو العناصر إما بتفقد أو بتكتسب أو بتشارك بالإلكترونات بطريقة بحيث إنها تصل إلى التركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل إليها تصل إلى التركيب الإلكتروني أقرب غاز خامل إليها الآن هنتكلم عن الآيونيك بوند موديل اللي هي الرابطة الآيونية طبعا هنقولنا الآن آيونيك الآن آيون is an atom or groups that is electrically charged as a result of the loss or gain of electrons إذن الآيون هو عبارة عن ذرة أو مجموعة من الضرات مشحونة كهربيا إما عن طريق الفقد أو الاكتساب الإلكتروني لو فقدت إلكترونات معاناها بتحمل شحنة موجبة شحنة كهربية موجبة إذا اكتسبت إلكترونات معاناها بتحمل شحنة إلكترونية سالبة إذن حتكون بالطريقة هذه إما positive charges أو negative charges إما أيونات إما شحنات موجبة وإما شحنات سالبة حسب إنها ما بتفقد أو بتكتسب إذن بنقول the charge of an ion depends on the number of electrons that are lost or gained يعني الشارجز زي هذه زي 1 زي 2 زي 3 أو نقص 1 نقص 2 نقص 3 اللي هي هذه الشارجز بتكون حسب عدد الإلكترونات المفتقدة أو المكتسبة إذن هنا في الحالة الأولى بالموجب معناه أنه loss of 1, 2, or 3 electrons وحطي أعطينا موجب 1 موجب 2 موجب 3 إذا كان اكتسبت 1, 2, أو 3 من الإلكترونات حطي أعطينا minus 1, minus 2, or minus 3 أمثلة على positive ions زي sodium ion اللي هو موجود في المجموعة الأولى والبوتاسيوم الموجود في المجموعة الأولى إذن عليها شحنة موجبة عليها شحنة موجبة الكالسيوم عليها شحنتين موجبتين مغنيسيوم لأن من يهم 3 شحنات موجبة إذن هذا فقد إلكترونات إذن هذه كلها فقدت إلكترونات إذن هذه فقدت 1 إلكترون هذه فقدت 2 إلكترون هذه فقدت 3 إلكترون أما النيكاتف آيون معناها اكتسبت إلكترونات إذن الكلورايد آيون اكتسب 1 إلكترون البرومايد آيون اكتسب الأكسايد آيون اكتسب 2 إلكترون سالفايد ونيترايد اكتسب 3 إلكترونات إذن بتكون اللي هي النوتاشن بتاعتهم بتكون إما بالموجب وإما بالسالب لاحظة هنا طبعا كيف نحسب الموجب والسالب كلها بسيطة جدا لو إحنا اطلعنا مثلا على الصوديوم أتم الصوديوم أتم الصوديوم أتم قديش عدد الإلكترونات موجود فيه موجود 11 الإلكترون قديش عدد البروتونات 11 لأنه عدد الإلكترونات وعدد البروتونات في الظرة المتعادلة متساوب إذن فيه هنا عندي 11 شحنة سالبة وفيه عندي هذا 11 شحنة موجبة الآن هذه الظرة المتعادلة هتتحول للآيون إيش الآيون يعني؟ معنى أنه هتفقد اللي هو إلكترون إذا فقدت إلكترون هيصير عدد الإلكترونات بالساوي 10 بالسالب وحيظل عدد البروتونات 11 زي ما هم إذن الفرق بين الاثنين بلس زائد 11 وناقص 10 بيكون زائد 1 عشان هيك تقولنا على الصوديوم شحنة موجبة واحدة تعالي نشوف هذا الكلام بنطبق على درد الكلور درد الكلور موجود فيها اللي هو في حالة نيوترال اللي هي في حالة ذرية حنلاقي فيه 17 إلكترون إذن 17 شحنة سالبة و17 بروتون 17 شحنة موجبة على هذا الأساس إنه الكلور هنا اللي حيكتسب إذن حيكتسب واحد إلكترون إذن لاحظ إنه هنا زاد الحجم بتاعه إذن حيكتسب إذن حيسيه في 18 إلكترون وحضر عدد البروتونات ثابتة مش هتتغير عدد البروتونات لأنه عدد البروتونات موجود في النواة وبالتالي هذه البروتونات ما بتتغيرش في التفاعل الكيميائي إذن معنى ذلك لما نيجي نجمع الاثنين مع بعض حيطلع عندي واحد بالسالب عشان هيك تقولنا الكلورايد آيون عليه نيجاتيف إتشارج عليه نيجاتيف إتشارج اللحظ طبعا give the chemical symbol for each of the following بدنا تعطينا اللي هو الرمز الكيميائي للأيونات لو قلت لك مثلا the ion formed when a barium atom loses two electrons لو جبنا الباريوم وخليناه يفقد اثنين إلكترون يفقد اثنين إلكترون معناه أنه الشحنة الموجبة بتاعته حزيد بمقدار اثنين إذن الباريوم عدد البروتونات فيه بسهو 36 وعدد البروتونات 56 وعدد الالكترونات طبعا لازم يكون 56 في الضرر المتعادلة لكن هو قال لي ايش أنا قال لي هو فقط اثنين الالكترون اذا عدد الالكترونات مش هيكون 56 لا حيكون 54 اذا الفرق بينهم الشحنات الموجبة تكون زيادة عن الشحنات السالبة بمقدار اثنين وبالتالي بنقول انه الباريام بيحمل شحنتين موجبتين عشان هيك السيمبل بتاعه احنا كتبنا بالساوي بي وعلى شحنتين موجبتين نشوف المثال الثاني الفصفورس مثلا بقولك اه اتم يعني اكتسب 3 الالكترونات اكتسب 3 الالكترونات اذا هو عدد البروتونات وعدد الالكترونات فيه بالساوي 15 لكن لما اكتسب هذا كمان 3 الالكترونات اذا اصدرت عدد الالكترونات بالساوي 18 اذا الآن مجموعة الكل بساوي ناقص ثلاثة إذن الآن الفوسفور B3- بيصير السيمبل بتاعه الصين and naming of ionic charge بدنا نشوف الصين والnaming للمركبات للأيونات المشحونة بشحنة سالبة طبعا أي أتمز تميل إلها إنها تكسب أو تفقد إلكترونات حتى تصل إلى التركيب أو توزيع الإلكتروني لأقرب غاز خامل إلها عشان تصل إلى حالة الاستقرار بتاعتها يعني لو إحنا أخذنا مثال على الصوديوم الصوديوم فيه 11 الإلكترون 1S2-2S2-2B6-3S1 إذن لو إيجنا حسبنا عدد إلها حنلاقيهن 11 إذن الآن المستوى الأخير في الصوديوم يحتوي على واحد إلكترون فقط طيب عشان يصل إلى حالة الأكترون بمعنى إنه يصل إلى حالة الثبات إلى أقرب غاز خامل إله معناه إنه إما يكتسب 7 إلكترون عشان يصل إلى الأكترون أو يفقد واحد إلكترون أو يفقد واحد إلكترون برضو عشان يصل إلى الأكترون طبعا مش ممكن يعني يكتسب 7 إلكترونات لازم يفقد واحد إلكترون إذن بنقول إنه الصوديوم حيفقد واحد إلكترون من اللي هو ل3S إذن هنا لو فقط 1 إلكترون إذن حيصير التوزيع الإلكتروني تعوين S2 to S2 2B6 إذن هنا قديش في المستوى الأخير المستوى 2 المستوى 2 موجود في 2 إلكترون و6 إلكترون إذن موجود في 8 إلكترونات إذن هكذا صار التوزيع الإلكتروني هذا أشبه إلكترون كوريشن أوف نيون إلكترون كوريشن لمن؟ لإنيون لكن ما اكتسبش 7 لأنه من الصعب عليه أنه يروح يكتسب 7 لكن أيصر عليه أنه يكتسب 6 إذن هذا الشكل هنا هذا خطأ إذن هذا هو الصواب إذن الصوديوم يحتوي على شحنة موجودة بواحدة ووصل إلى التوزيع الإلكتروني لأقرب غاز قامل إله وهو النيون بحيث أنه يصبح في مستوى الأخير في 8 إلكترونات الكلامة هذا ينطبق على الشحنات برضو الكلورايد آيون الكلورايد التوزيع الإلكتروني 1 S2 2 S2 2 B6 3 S2 3 B5 الآن العدد الإلكترونيات الموجودة في المستوى الأخير هاي هم موجودين في الغلاف الأخير اللي هي الغلاف 3 موجود فيه 2 إلكترون في ال S وموجود فيه 5 إلكترون في ال B إذن عدد الإلكترونيات 7 إذن عشان يصل للأكترونيات إما أنه يفقد السبعة إلكترونيات هذه أو يكتسب واحد إلكترون طبعا الأفضل له أنه يكتسب واحد إلكترون عشان هيكد لو فقد سبع إلكترونيات هاي سيئل عليه سبعة شحنات موجبة وهذا كلام صحيح وهذا كلام خاطئ والكلام الصحيح أنه هيكتسب واحد إلكتروني هيعطيني كلورايد آيون وبالتالي أنه هنا ضايد لل B واحد عشان يسير فيه 6 إلكترونيات ويكتمل اللي هو الصبشل B عشان هيكتب يسير 1 S2 2 S2 2 B6 3 S2 3 B6 إذن هنا فيه 2 إلكترون وهذا هو التوزيع الإلكتروني لأقرب غاز خامل إله اللي هو الأرغون وبالتالي بيكون في حالة استغرار في هذه الحالة إذن أهلا بنقول إنه the concentration we have just applied to sodium and chlorine lead to the following generalization يعني يقود إلى الجنرال القواعد عامة اللي هو المثل لأنه طبعا هذا حسب المجموعة ما نقولنا إنه لما نكون فيه إلكترون واحد في الغلافة الأقيرة إنه هذا موجود في المجموعة الأولى أو 2 موجود في المجموعة الثانية أو 3 موجود في المجموعة الثالثة في الجدول الدولة إذن عندي المجموعة الأولى اللي بتأخذ الرمز 1% إذن لما أنا بدي أحط الشحنة لازم يكون اللي هو الشحنة الأول وبعدين نحط لازم يكون فيه عندي الرقم أول وبعدين الشحنة هاي الرقم وهي الشحنة إذن هذا أحد هذا ثنائي هذا ثلاثة في المجموعة الثالثة هذا طبعا بيكون فيه المثل أولا النون ميتلز بتكون إيش بالسالب بتكون بالسالب هي المجموعات 5 6 أو 7 اللي هي هذه يكونها مجموعات نون ميتلز وبنلاحظ النون ميتلز المجموعة السابعة المجموعة المجموعة هنا السابعة الأخيرة عشان تصل إلى الثمانية معناها هتكتسب 1 إلكترون إذن هيا رأيها 1 سالب المجموعة السالسة عشان تصل إلى 8 إلكترونيات معناه فيه 6 إلكترونيات معها وتوخت كمان 2 إلكترون حيصير 2 المجموعة الخامسة معناها عشان تصل للحالة الثمانية حتى يكتب نمبر بيحتاج إلى ثلاث إلكترونات إذن تخذ ثلاث شحنات سالبة إذن هنكتب ثلاث شحنات ثلاث نيجاتيب آيونز ثلاث نيجاتيب آيونز أما بالنسبة للكاربون بالنسبة للكاربون بنلاقي أنه إما هو يكون بلاس فور أو ماينس فور لأنه هو في عدد الإلكترونات في الفلانس شن أربعة أربعة يهو بيفقد أربعة أو بيكتسب أربعة لكن في الحقيقة أنه هو بيكون كوفيرانت مونز وعشان هيك هو يميل أنه يكون كوفيرانت مونز مودل يعني بيكونش أيون كبونز يعني اللي نحن نتكلم عنه كلهم هذولة كانوا بيكونوا أيونات بيكونوا روابط أيونية أما بالنسبة للكاربون لأنه أصبح يعني إما يكتسب أربعة ويفقد أربعة لا هو حيشارك في الإلكترونات بتاعته مع غيره من الضرات وبالتالي بيكون روابط تساهمية حنيجب هذا الكلام حيوصلنا إلى نتكلم عن الآيزو إلكتريك سبيشيز هذا الكلام مهم جدا الآيزو إلكتريك سبيشيز يعني الجزائيات المتشابهة في الإلكترونات الأجزاء المتشابهة في الإلكترونات ممكن تكون موجبة أو سالبة أو متعدلة إذن الآيزو إلكتريك سبيشيز يعني إما أن تكون ضرّ أو أيون أو أيونين that have the same number and configuration of electrons لكن الشرط انه ايش يكونوا بيحتوي ان لو كان ذرة او كان ايون او كان ايونين لازم يحتوي على نفس العدد من الكترونات التوزيع الالكتروني يعني مثلا الان مثلا لو جينا تكلمنا عن الصوديوم الصوديوم مثلا او النيون all like النيون يعني كل هن هنلاحظ هتكون النيون هذا التوزيع الالكتروني النيون هذا التوزيع الالكتروني لنيون لان النيون في عشر الالكترونيات موزعة النيون النيون طيب احنا نشوف انه لو احنا جينا مثلا النيتروجين النيتروجين موجود في المجموعة الخامسة موجود في المجموعة الخامسة عشان يصل الى حالة الثبات وانتمنى الالكترونيات معناه حيحتاج الى انه اكتسب ثلاث الالكترونيات هيكتسب ثلاث الالكترونيات اذا حيصير التوزيع الالكتروني بتاعه بالضبط 1S22S22B6 لو انت جيت للأكسوجين الموجود في ست الالكترونيات اذا حيكتسب الى اثنين الالكترونيات وحيعطينا نفس التوزيع الالكتروني لفلور في سبع الالكترونيات عشان يصل الى حالة الثبات معناه انه ممكن يكتسب واحد الالكترون هيصير برضه نفس التوزيع الالكتروني اذا هذه اللي هي الايونات الايونات سواء كانت سالبة او حتى الموجبة تعال الصوديوم الصوديوم التوزيع الالكتروني تاعه كان اللي هو 1S22S22B6 3S1 لمن يفقد واحد الالكترون معناه الاس راح خلص ما فيش اس اذا ضل التوزيع الالكتروني يشبه التوزيع الالكتروني للنيون والمغنيس نفس الشيء والالامنيوم نفس الشيء اذا هذول كلهم اللي هم نفس التوزيع الالكتروني تاع النيون كلهم اللي هم نفس التوزيع الالكتروني تاع النيون وهذا هو تعريفنا الى الايزوالكتريك اسبيشيز تعريفنا الى الايزوالكتريك اسبيشيز الان لو احنا اتكلمنا مثلا النيون اتوم والمغنيسيوم ايون هنلاحظ انه الاتوميك نمبر مثلا ل النيون بسوى عشرة عدد البروتونات اللي هو موجود في النواة طبعا عشرة وعدد في الماغنيسيوم اتناش طبعا عدد الالكترونات اللي بتدور حول النواة برضو عشرة وفي الماغنيسيوم اللي هو عشرة الاتشارجز الموجودة على النيون بساوي صفر اما الاتشارجز الموجودة على الماغنيسيوم بساوي اثنين بالموجب لانه فقد اثنين الالكترون هو بالحقيقة زي ما انت شايف كان عدد الالكترونية اتناش وأصبحت طبعا عدد البروتونات وعدد الويترنت وتساوي في الضراء المتعادلة هنا فقد 2 إلكتروني إذن ضلوا 10 إذن معنا ذلك 10-12 إذن بيصير فيه شحنتين موجبتين إذن هذا بيحمل شحنتين موجبتين الآن بدنا نشوف بعد ما شفنا الضراء العناصر وكيف نعمل إليها توزيع الضراء بدنا نشوف أيضا المركبات وكيف الأيونية وكيف نعمل إليها اللي هو توزيع لويس المسألة أيضا بسيطة جدا إذن لويس استرقشار هل يساعدون في تصوير المسألة بسيطة آيونيك كومباون إذن لويس استرقشار هي تصوير لويس سيطة أيضا الترانسفير أو شيرين أو إليكترون كيميكال بونز يعني الليويس استرقشار هو عملية اتحاد للرموز اللي بتعبر عنها إما انتقال الإلكترونات أو المشاركة بين الإلكترونات لكن في حالة الأيونية معناها بده يصير فقط اللي هو الترانسفير أو إليكترون بيتطلع هنا مثلا لو اتحد الصوديوم مع الكلور يعني تفاعل الصوديوم مع الكلور في جزء كلوريد الصوديوم أو في كومباون تاع كلوريد الصوديوم الصوديوم هنا التوزيع الليويس سيمبل بتاعه صوديوم وعليه ضط واحدة لأنه فقط واحد إلكترون أما الكلور في الغلاف الأخير موجود في سبع إلكترونات عبرنا عنهم سبع ضط الآن في الليويس للكومباون هذا عشان يكون الصوديوم كلورايد معناه أنه حيرحل تماما الترانسفير من إلكترون من الصوديوم إلى كلورايد آيون إذن هنا سيصير صفر إلكترون وهنا سيصير في سبع إلكترون إذن سبع إلكترون سنضيف إلكترون سيصير في 8 إلكترون إذن الصوديوم يحمل إلكترون معناه أجال وشحنة سالبة إذن سيحمل الشحنة السالبة إذن هذا معناه لازم تكتب N A وتحط غوس مربع وتحط البوسيت وتشارج خارج الغوس وكذلك الكلورايد وتحط الشحنة السالبة خارج عنه إذن الاثنين الآن البوسيتف مع النكاتف حيتجدم مع بعض وحيكون رابطة أيونية هي عبارة عن N A C L N A C L لو جينا لجزء آخر اللي هو عبارة عن جزء الصوديم أكسايد حنشوف إنه عندك الصوديم طبعا عليه واحد إلكترون حوالي واحد إلكترون والصوديم التاني حوالي واحد إلكترون الأكسوجين حوالي ست إلكترون الآن هذا عشان يصل إلى حال الأكترون لابد إنه الصوديم يجي يفقد واحد إلكترون يعطي إلى مين إلى الأكسوجين الأكسوجين حيصير فيه سبعة مش حيكون مكتمل هذا حيصير المكتمل وثابت ووصل إلى حال الثبات لكن الأكسوجين موصل لأنه فيه سبعة إلكترون إذن عشان إلكترون إذن هي فقدت إلكترون وأصبحت وستو وتشارج وهو اكتسب إثنين إلكترون من كل ضر صوديم إذن صار عندي إنه هنا فيه ثمان إلكترون إذن سيحمل شحنتين سالبتين إذن التركيب الإلكتروني بتاعه هيكون كم ضر صوديم فيه دنتين ضر صوديم هاي دنتين ضر صوديم كان الكلام هذا برضو ممكن يحصل مع الكالسيوم كلورايد الكالسيوم كلورايد الكالسيوم حوالي اثنين إلكترون اه تو دوتس الكلور حوالي إيش سبع إلكترونات إذن الآن الكلسيوم حيفقد واحد إلكترون حيعطيه الكلور إذن لكن حيظل عنده الكلور حيكتمل خلاص صار عنده سبع إلكترون الآن أصبح أما الكلسيوم معدش السيبل إذن لابد نتيجي كمان ضرة إلكترون ثانية ويعطيها الإلكترون بتاعه عشان هيك تصير هي مستقرة وهو في نفس الوقت مستقر إذن هو بالتالي فقط اثنين إلكترون إذن سيحمل شحنة ثانية وجبتين أما الكلور فيحمل كل واحد منهم شحنة سالبة إذن عدد الضرات الكلسم هي واحد عدد الضرات الكلور هي اثنين إذن صار التركيب الرمز بتاع المركب الجديد عندي سي إي سي إلي تو هذا الكلام ممكن ينطبق برضو مع اللي هو ال ن اثري ان ن اثري ان كل واحدة من الصوديوم تحتوي على إلكترون في إغلافها الأخير لأنه حادي النيتروجين يحتوي على خمس إلكترونات عشان يصل إلى نمبر معناه انه هيحتاج إلى ثلاث إلكترونات إذن ياخد ثلاث إلكترونات من من كل ضر سوديوم هياخد إلكترون إذن هيك اخذ الثلاث إلكترون ثلاث ضر سوديوم تحول إلى وهو تحول إلى طبعا انت بتلاحظ إلكترون لما بتنتقل لابد لما بمجموعة الإلكترونات اللي حواليه يعني في هذا المجموعة لأنه هذا فقد ما فيش عنده إلكترونات إذن أخذ بسلط الشاش لكن هذا اكتسب إلكترونات إذن لازم تحط الإلكترونات وتضحها في رسم إذن هذا عليه اكتسب ثلاث إلكترونات أخذ ثلاث شحنات سالبة إذن في عندي ثلاث المغنيسيوم برضو هذا مثال ثاني المغنيسيوم حواليه 2 إلكترون الأكسوجين حواليه 6 إلكترون إذن هذا يحتاج إلى 2 إلكترون إذن ياخذ الـ 2 إلكترون من المغنيسيوم إذن المغنيسس معصير عليه شحنة موجبة 2 شحنة موجبة والأكسوجين عليه 2 شحنة سالبة إذن سيكون الرمز ت steeds يستيطر مغنيسيم وهو واحد اكسوجين ايم جي ، النوع آخر من المركبات مثلا لما يجي مثلا الألمنيوم يتحد مع الكبريت الألمنيوم يتحد مع الكبريت الآلمنيوم حواليه ثلاثة إلكترونات حيجي الكبريت حواليه كإ hari 4. حواليه 6 إلكترونات إذا يريدو اثنين إلكتروناه هنا إذا يُغدو اثنين إلكترونا من الألمنيوم إذا هذا هيصير 8 إلكترونات وحيحمل شحنتين سالبتين لكن ضل عنده 1 إلكترون إذن هذا منفعش إذن يجي 1 كبريت تاني يعطيه 1 إلكترون إذن هنا أصبح برضه الألمنيوم أصبح الآن مستقر حوالي 3 بوستة بتشارج أو شحنت 3 بوستة بتشارج لكن الكبريت ضل عنده 1 إلكترون لازم أنت كمان تكمله إذن تيجي إضارة الألمنيوم الثانية تعطيه إلكترون إذن هيكت هيصير 6 إلكترونات وحيصير هنا مستقر لكن في الحقيقة الألمنيوم ضل عنده 2 إلكترون 2 إلكترون برضه هتيجي لذرة كبريت ثالثة هتأخذ منه 2 إلكترون عشان هي يصير مستقرة وهو يصير مستقر إذن كم ضرة الألمنيوم موجود عندي ضرتين ألمنيوم كم كبريت عندي 3 ضرات من الكبريت إذن الرمز الكيميائي لهذا المركب AL2S3 وهذا الكلام بنلاقي أيضا متشابه مع غيره من المركبات إلى هنا نتوقف وإن شاء الله إلى اللقاء في محاضرة أخرى إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه أمني